أيا لك نظرة أودت بقلبي وغادر سهمها قلبي شريحا قرطبة حاضرة الدنيا ومجمع الأضطاب الساحة والمعترك قاعدة الخلفاء والأمراء والعلماء وحانة الفصاق والزعار سلم الصعود إلى الذروة ومن حضر السقوط إلى الجحيم النار والنعيم قرطبة ربي يسعد لأوقاتكم أهلا وسهلا فيكم صبايا وإما كنتوا متابعوني بفيديو جديد وروتيني جديد واللي مبلش معي من البداية بتعرف أني هالفترة كلها روتينياتنا بس ضمن الرحلية اللي أنا طالعة فيها اللي بتعرفوه بالفيديو الماضي أني سلمنا الفندق بمدريد ومكملين طريقنا اليوم وجهتنا رح تكون على قرطبة فالفيديو عن جد اليوم كتير كتير حلو وكلما للفيديوهات صراحة رح تجي أحلى وأمتع أكتر تحمسوا إيه وما تنسوا تعملوا اللايك قبل ما نبلش بالفيديو المقرر حسب خطة الرحلة طبعا عم نمشي نحن عليه كان نحن لازم نسلم مفاتيح ما بين الساعة 7 للساعة 11 أكيد نحن لوقت ما فقنا وصح صح والولاد وضبانا الشناتي مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي كانت صارت الساعة 11 سلمنا المفاتيح ونزلنا على الليدل لأني أنا تقريبا طريقي ما بين الأربع ساعات للأربع ساعات ونص يعني أنا طلعت تقريبا الساعة 11 وصلت على قرطبة ساعة 3 ونص بالضبط بالنسبة للصبايا في صراحة صبايا حذروا بالضبط أنا وين وجهتي وفي صبايا لسه على حد الآن عم بيحذروا بس عم جد خليكم عم بتحضروا روتينيات السفر فيديو ورا فيديو منشان تكون هيك عم تتبعوا المراحل معي ومنشان كمان تشعروا عن جد بالجو اللي أنا عم بشعر فيه كتير صبايا كتابوا لي يا جهينا عن جد عن جد حسستينا بجو السفر حسينا كأني نحن مسافرين معي صراحة أنا هاي نيتي بالفيديوهات اللي عم بقدم لكم إياها عم بحاول قدر الإمكان أعيف الصوت أعيف الضجة أحاول قدر الإمكان أخليكم تستمتعوا وتعيشوا عن جد جو السفر معي هذه الفيديوهات يعني بالسفر كتير متعبة بالنسبة لنا يعني أنا هاي أول مرة بسفر وبصور فطبعا مافي معي إجهزة تصوير يعني مافي معي غير الكاميرا اللي عم بصور فيها عم بحاول قدر الإمكان أعطيكم اللقطة الحلوة والصورة الحلوة وأنتو كمان حاولوا تعطوني كلامكن ودعمكن الحلو منشان نكمل مع بعض لما كنا بمدريد لازم كنا نسلم الفندق تقريبا بحدود الساعة 11 أو طبعا بصير أبكر ولكن إذا رح أسلم المفاتيح الساعة 11 فلازم أستلم الفندق هون بقرطبة بحدود الساعة 3 ونص مثل ما ذكرت لكم أنا طريقي أربع ساعات يعني ما لازم أسلم الفندق بمدريد أبكر هل أنا بالنسبة لقليه؟ هيك هيك قلت أنا لازم أخذه للفندق بقرطبة متأخر لأني الوقت تقريبا راح ومدينة الزهراء اللي لازم نحن مخططنا أن نطلع عليها بتفتح بعض الظهر يعني بتفتح الساعة دمينا صراحة إذا صباحا بتفتح ما عندي فكرة فلطلع ما في مشكلة يعني إذا تأخرنا ساعة ونص أو ساعتين ما في مشكلة حلق هون دخلنا بهالحارات الحلوة لأني الفندق موجود بهذا المكان وطبعا للصبايا اللي عم يسألوني عن الأسعار رح أحط لكم روابط الفنادق بصندوق الوصف فيكن تضغطوا على اللينك وتروحوا تشوفوا الأسعار اللي بتكون إياها حلق صراحة أنا لما حجزناهن كان الحجز أول شيء أونلاين وطبعا حجزناهن قبل تقريبا 25 يوم وتقريبا يمكن أكتر لما شفت الفنادق وشفت الصور طبعا في مشكل ملون وفي الأحلى وفي الأدنى وفي الأعلى واللي أسعار مثلا مرتفعة أكتر ولكن بالنسبة لألي أنا حبيت الرحلة تكون عن جد كل ياتا من هذا الطابع حبيت أني أعيش الجو عن جد بكل حزافير وأعيش اللحظة وأعيش السفر كل ياتا وأستمتع فيه بنفس الطابع الأندلسي يعني عن جد لما أنتوا بتروحوا بتزوروا أماكن وبتزوروا أسعار وبترجوا على فندق مثلا أو على هوتيل لكزوس يعني فما بحس أني الواحد بيعيش اللحظة ولكن عن جد لما بتكون الفنادق اللي بتاخدوها من هذا النمط أو من هذا الطابع عن جد تصدقوني وعن تجربة كتير كتير رح تستمتعوا نحن شوفوا تعب السفر كلها يا تونسينا لما دخلنا على الفندق حسينا حالنا عن جد بمكان تاني بعالم تاني التصميم بالفندق كتير كتير حلو أنا من الأصل بحب عن جد هدول البيوت هيك الدمشقية القديمة الحارات يعني عن جد بعشاء بعشاء أنا هدول الأماكن لما وصلت أنا لهذا الفندق من جواة قلبي كتير كتير مبسطت كتير حبيت الديكور لصحون المرسمة الزرع لك حتى الزرع الموجود بقلب الفندق بتحسوا الزرع القديم يعني يعني هدول الزرعات بتذكرهم كانوا في بيوت أهلينا عرفتوا فعن جد كتير كتير كان الفندق حلو وكانت لقعد كتير رواق وكان هيك الطابع والسيستين طبعا الفندق كتير حلو مريح طبعا الفندق موجود فيه ساحات مثل مالكم منتبهين وأعدات حلوة وبرك مي وزرع زرع يعني الخضار الموجود كتير كتير حلو أخدنا نحن غرفتين مثل الفندق بمدريد حسرا لازم تاخدوا غرفتين لأني ما في مثلا بيت أو شقة أو هيك فاضطرينا ناخد غرفتين غرفة للولاد وغرفة للأهل يعني غلا رح أفرجكن هنا صراحة الغرفتين نفس الشي ما بيفرقوا أبدا فحبيت هيك أعملكن لقطة حلوة بس يعني بالنسبة للفندق أنا كتير كتير مبسوطة فيه وكتير حسيت حالي موفقة باختياري وكتير استمتعت صراحة يعني إذا انتبهتوا بس أنا ماسكي الكاميرا وعم بصور وباخد لقطات حلوة لأني عن جد أخدني هذا الفندق لعالم تاني وعلى فكرة يعني الأسعار كتير بتشبه أسعار الفنادق العادية يعني مثلا دقلكن الأربع نجوم أو الخمس نجوم ففيكن أنتوا تختاروا بس أنا بالنسبة لقلي فضلت وحبيت أني أختار هذا النمط أني أعيش فيه هذا اليوم الحلو بحياتي وبعدين نكمل طريقنا من شان تبقى عن جد رحلة يعني من رحلة العمر فمتل ما انتبهتوا طلعني أول شي لنستلم الغرف وطبعا المقرر أني نريح لمدة ساعة تقريبا مو أكتر ويمكن ساعة كمان ما ريحنا وبعدين لازم نمشي لوجهتنا طبعا اليوم لنروح نزور مدينة الزهراء رح أخذكن معي بجولة كتير كتير حلوة هلأ هون هاي الغرفة اللي فرجتكن إياها طبعا فيها كنابايتين ومتل ما واضح عليكم مدينة خزينة فيها مثلا حرامات إذا حبيتوا مثلا حدا ينام على الكنابايات وفيكن أنتوا تطلبوا إذا بدكن حدا مثلا تحطولوا صرير إضافي بقلب الغرفة كمان فيكن تطلبوا هذا الشي وهلأ هون الغرفة الثانية نفس الطابع وهيك من بره الساحة وطبعا حتى البيوت بتحسوها أنتيك وقديمة والقاعدة كتير كتير كانت رواء والدخوتة يعني دقلكم ما كتير مريحة ما هو متل أكيد التختل بالفندق ولكن يعني نوعا ما ريحنا الحمد لله وهون الحمامات كمان حمامات صغيرة عادية نحن رح نقضي يوم واحد بس بهذا الفندق وبعدين رح نكمل ولكن رح نقضي يومين بقرطبة هلأ اليوم نحن وصلنا رح نعمل جولة بقرطبة رح ننام ليلة من في الصبح نسلم الفندق ونكمل جولتنا الثانية ونتجه لوجهتنا الثالثة وأنا بالنسبة لقلي أهم الشي نضافة الحمامات فالحمد لله الحمامات نظيفة والقاعدة كانت حلوة ورواقش تهيتكن عن جات كليتكن كليتكن أخدكن معي بها السفرة الحلوة كنا ندور على باركينج منشان نحط فيه السيارة بمكان أمان لأني غاربا تقريبا نحن المناطق اللي جنبنا يعني محل ما نزلنا بالفندق في مطاعم وفي محلات أكل وهيك ولكن بدنا نحط السيارة نبركها بمكان أمان منشان نستلمة تاني يوم فكنا نحن هون عم نسأل لأني كمان طبعا ما بيحق لنا نبرك السيارة بمكان الفندق لأن هدول الشوارع أو الحارات ممنوع طبعا توقفوا فيها السيارة وبلشنا هون بأول وجهة وعلى السريع يعني عن جد لأن ما كان معنا كثير من الوقت متل ما انتبهت ونحن استلمنا الفندق بالأربعة الوقت ما طلعنا وريحنا وكانوا الولاد جاء وهيك فقررنا ننزل نغير مكان السيارة ونتجه لمدينة الزهراء مدينة الزهراء لما بتطلعو لها طبعا هي بتفتح الساعة 8 يعني تقريبا العصر نحن هون عنا بيكون الوقت لسا يعني مو المغرب فبتراغدوا السيارة وبتبرقوها بمكان وبعدين بيجي باس بتطلعوا كلها يتكون فيه بتشتروا طبعا التيكت وطبعا الباس هو رح يوديكن على مدينة الزهراء وهي طبعا موجودة بالجبل وعن جد تطلع كتير كتير يعني نوعا ما هيك خطرة ومخيفة وبعد ما تنتهوا رح تلاقوا الباسات موجودة يعني فيكم مثلا تستنوا انتوا بس لمدة خمس دقائق رح يرجع الباس نفسه ينزلكون هلأ هون اول شي بتكونوا انتوا على الجبل الجبل كمان له ارتفاع اعلى وهون بتكون المدينة الملكية اللي كانت بزمانة من هذيك الايام كانت تعتبر من انبل واعظم ما بناه الانسان عن جد بهذلك الاوقات طبعا مدينة الزهراء كانت تابعة لعبد الرحمن الناصر اذا كنتوا كمان عم تتابعوا ربيع قرطبة وهي انا عم بحمسكم مش هم تتابعوا اذا ما كنتوا تتابعينه كان ايخ الدور عبد الرحمن الناصر هو الممسر خالد تاجة هو عبد الرحمن الناصر كان عايش جواد قرطبة يعني بقرطبة وبعدين عدت مرحلة من المراحل الدولة العباسية ضعفت فيه فهو قرر اني يعزم الخلافة اكتر ويعمل شي يظهر عظمة الخلافة فقرر اني يبني هاد الاصر الملكي وطبعا هو كان نيته اني يبنيه على صفح جبل بحيث الجبل يكون من خلفه فاكيد ما راح حدا يهاجمه من الخلف وبنفس الوقت اذا حدا هاجمه من السهل سهل الجبل يعني فبيكون عليه اسحل اني يدافع عن الاصر الملكي بالنسبة لهذا المكان هو مجلس حكمه لعبد الرحمن الناصر طبعا تعرضت مدينة الزهراء للسرقة والنهب بفترة من الفترات الحاكم المنصور اللي عرضت لكم صورة تمثاله بالفيديو الماضي قرر اني ينقل الدواوين من مدينة الزهراء لمكان تاني وبعد فترة صار فتنة كمان عم بيقولوا حسب اللي انا بعرفه اني سبب الفتنة اللي صارت بالاندلس هو سبب الحاكم المنصور فاتعرض هاد المكان لاكبر عملية سرقة في التاريح وطبعا معلومة من المعلومات اللي بعرفة اني لما تمت سرقة مدينة الزهراء يعني تقريبا اغلبية بيوت الاندلس الكبيرة كان فيها جزء قطعة او قطعتين طبعا مسروقين من مدينة الزهراء حتى فيه قصر باشبيليا كمان سرقوا الاعمد الرخامية من مدينة الزهراء وانتقروا ونبنى فيهنا القصر هناك طبعا فيه مكان محسننا نوصل له لاني ممكن فيه عمليات ترميم او الله اعلم بس ولكن هلأ رح يكون طالع عندكم على الشاشة هاد المكان نحن محسننا نقرب عليه ولكن قدامه فيه بركة من الماء حسب المتعارفة عليه او حسب الرواية ما بعرف اني هاي البركة كانت فيه انواع من الاسماك والاسماك كان هيك لونة ذهبية وكانت كتير كتير حلوة فيه قصة كتير 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 حلوة حبت اسكر لكم اياها ضمن الفيديو بفترة من الفترات عبد الرحمن الناصر وهو قاعد بهالأصر الملكي الحلو استوحى شو تطلع هيك لقا عن جد اني متل ما منقول حاله لحاله ما في حوالي حدا فاعلن اني من كان يريدوا ان يجاور الحاكم فله قطعة ارض واربعمائة دينار يعني عرض كتير كتير حلو ومميز اعطاهن قطعة ارض وفوقل منه كمان اربعمائة دينار من شان يجاوروا الحاكم هو تونس فيهم وعند جد يعني اني فكرة كتير كتير حلوة وبنفس الوقت السهل يلي قدام الأصر الملكي كل ياته اتعمر بهي الطريقة هلأ هاد المنظر من بعيد وهدول البقايا يعني دقلكم من الحدائق اللي بقيانة على هاد الشكل طبعا ما ننسى يعني اني احنا عن جد مدينة الزهراء اتعرضت للسرقة وبعد هيك لسه على حد الان موجود فيها هالمناظر الحلوة اخر معلومة رح اقدم لكم ياها اني طريقة او تنظيم القصر الملكي بناءه كان كالتالي اني اول شي بيكون القصر الملكي بعدين دواوين الحكم بعدين بيجوا العامة الناس محل ما بيسكنوا بعدين الحدائق والبساتين هلأ انا لهوم بكون تقريبا عطيتكم كل المعلومات اللي بعرفة عن مدينة الزهراء كتير حبيت قفيتكم بهالمعلومات وخاصة لاني في كتير صبايا عم بيتابعوني مع ولادهم وانا من وجهة نظري عن جد ولادنا لازم يتعلموا ويتدرسوا عن جد تاريخنا وتاريخ الاندلس لاني هو عن جد شي كتير انا بشوفه عظيم بالنسبة للدولة الاسلامية بلادا كن فيها نرتوي بالمرابي نهر وادي قرطبة نستقي حبا بلادي فانعمي من جنان في نعيم في هبا أدعج العينين ذر إن حكى غنت الأكوان لحنى حالمي كامل ما فيه من عيب سوى نقصه في رد صاب هائمي في الليان نهكأت جرحي فما من طبيب طبه للفؤددي كلما أعرضت أبغي مهربا عرض الشوق فأغوى مرقدي قف هنا يا خل في أوهامنا علنا ننسى همور المقني أو فدعنا نشرب الحب فما هذه الأقداح برء الأعودي قصك الشوق غليلي ما شدا صدح أونح طير الآلمي وما استفاق الصبح إلا وجعها مدلهم ما الليل إلا في دمي مدلهم ما الليل إلا في دمي مدلهم ما الليل إلا في دمي غالبا إذا الله كرمكم وحسنتوا تطلعوا على هدول الأماكن وتزوروها صراحة ما بتاخد كتير من الوقت مدينة الزهراء ما غدت معنا أبدا وقت تقريبا مدة ساعة كنا منتهيين عاملين الجولة ما في صراحة غير مكان دواوين للحكم ومثل ما انتبهتوا المكان اللي أخدتكن أنا عليه مكان الحذائق والبساتين اللي فرجرتكن ياها هذا ما بتحسنوا تروحوا عليه وكمان نفس الوقت محلمة تلكون هناك في بحيرة وبرك صغيرة كمان ما حسننا نروح عليه يمكن لأني فيه مثل ما ذكرت لكم عمليات ترميم إذا بتعرفوا كمان معلومات حبيتوا تضيفوها وتكتبوها بالتعليقات أنا كمان رح أقراها وأضيفها لمعلوماتي وبنفس الوقت كمان الصوايا عم تقرأ التعليقات عم تشارك هيك الآراء كلاية مع بعضنا كل ما بتكونوا ماشيين بتلاقوا الشرطة كل مترين ثلاثة بتلاقوا غروبات وقفين عم بيحاولوا مثلا ينتبهوا عن الناس منشان قدر الأمكان ما حدا يستعشي هاد الشرطة كان هيك عم بيرائب كان في عيلة مع أولاد فكان عن جد عم بيرائبون جيت نضحكي أنا فحلو حلو اني عن جد عم بيحافظوا على هالشغلات هلا أولادي زعلوا قالوا لي ماما اني نحن هي يعني الأرض لأنا أنا قلت له ما تزعلوا دلسة قلنا الحق فيها وللسة عم نجي ومنزورها وفرحانين وفخورين وعن جد منتشرف اني نحن كانوا أجدادنا الجزء من هاد المكان طبعا الطريق نوعا ما يعني متل ما عود حالي يكون حجار المشي صعب فيه بس بالنسبة إذا كنتوا بتكنت نستدلوا يعني عالطريق في أسهم فيكم انتوا انتوا تشوفوها وتستدلوا عالطريق فينا جروب العيلة كلها عم تمشي مع بعضها وفجأة كلايتنا تفرقنا طبعا هي ما بتضيع يعني بس ولكن تفرعنا كل واحد حب مكان ووقف يصوره هلا هون تكون خلصت جولتنا صراحة ملنا تعبانين وإنما تعبنا كان من السفر يعني سفر وما في راحة نهائيا وفوق المنا شوية تجوال فشوية الصغار تعبوا ونحن كمان شوية تعبنا هون تقريبا نقرب المغرب وصراحة طلعة وقت المغرب كتير كتير حلوة وكتير أحلى ودرجة الحرارة لأني 41 عن جد نحن طلعنا وكنا مشاوبين هلا وجهتنا الثانية رح تختلف عننا كمان درجات الحرارة ورح يختلف الطقس سبحان الله وأنا هيك دائما عم بصور وأنا دائما ماسك التليفون بتلاقي هيك بجولة دي بقول لي ماما الصورة عم تطلع مو بالجمال اللي نحن شايفينه وعن جد هاد الشي نفس كلامي أحيانا هيك بمسك أن الصورة ما عم تطلع متل ما أنا شايفتها فأنا عن جد من جوات قلبي بتمنى يكون كل يادكم تجوا وتزوروا هدول الأماكن الحلوة وتشوفوا جماليتها طبعا أنا عم بحكي مع المدينة الزهرة عم بحكي عن الفيديو يلي جاي طبعا أنا أكيد رحت على الجولة الثالثة وصورت لكم ياها وبقي بس بمونتاج الفيديو عم بجهاز لكم ياه لا تزعلوا مني لأني عم بأسر شوي معكن ولكن عن جد كتير كتير أنا بالجولة الثالثة تعبت وبالجولة الرابعة كمان تعبت فعم بحاول هيك قدر الإمكان أخذ راحة وأمنتج لكم فيديو بشكل حلو قدر الإمكان وأنزلكم بعدين ياه هلأ هون باتجاه نحن المطعم لأني عن جد أنهكنا من الجوع يعني اللي أكلناه على الطريق هو بس يعني الفطور والغضاء والكل فأولى شي دورنا على مطعم سوري يعني نحن بدنا أكل عربي لأني قبل بيوم راح أحكي لكم هاي القصة اللي صارت معي قبل بيوم لما كنا بمدديد ما في أكل عربي يعني حاولنا نبحث بالمكان اللي جنبنا بالحوالين الفندق يعني إذا في مطعم عربية فما حصلنا نلاقي قلنا خلاص راح ناكل بيزة فلما طلبنا البيزة رايح تطلنا الله يعطيه العافية لحم خنزير وفطر خلقنا نحن وصينا عليها بالفطر ولكن هو يعني كرم أخلاق منه رايح حيطة يعني زلامي خنزير مرتدلة خنزير فقلنا له نحن أني أنت ما طلبنا منك قال هيك بتجي أكسترا يعني أني فطر مع خنزير قلنا له الله يعطيك ألف عافية وخلاص عملنا هيك تنتين بفطر وعدنا يعني عن جد نحن نزعجنا وكننا جوعانين وتعبانين فزعلنا دخلنا لهون على المطعم قلنا له بدنا مطعم عربي عن جد لأني كتير كتير جوعانين بالطلبات أنا بعرف أولادي بحبوا الجيج أكتر من اللحم فطلبت لهم شيش طوء هلأ هنم بالبداية قالوا ماما أنتي اللي بدك تاكلي مناكله معاك يعني كلهم أجمعوا على أني خلاص اللي ماما تطلبه واجبته كلها إنا رح ناكل مثلك يعني بعدين أنا طلعت لا فيه كبة مشوية أنا ما أخرج إذا فيه كبة مشوية لا بدي أطلب كبة مشوية ولادي ما يعني كتير صحبة مع الكباب فأخدت أنا الكبة مشوية وهنا اللي ولاد طلبت لهم شيش طوء طبعا بتجي الوجبة مع بطاطا وبحطوا لك مثلا صحن صلاطة صغير ميونيز وهيك وأكيد قدموا مع الكولا والأكل عن جد عن جد كتير كتير طيب يعني أنا من كتر ما كنت هيك جوعاني عن جد تعباني وأكلت قالت لهم لجوزي بدي أنزل أتشكرهم عن جد على هلأكل الطيب بالنسبة للكبة صراحة يعني مي بالمية مية يعني متل ما أنا بحبها بس ولكن على الجوع وهيك عن جد حسيتها أني لأ طيبة وكانوا هيك مزينين نبدو بسر ما طبعا هو المطعم شامي والوجبة صراحة تبعية الكبة هي صغيرة نوعا ما بس ولكن الحمد لله شبعتنا جو المطعم والهيك نفس الجو الفنادق بالمنطقة نفس الطابع لأندلوسي كان كتير حلو رايق هلأ هون الحمد لله بعد ما خلصنا أكل وطلعنا كانت تقريبا الساعة بحدود الساعة 12 عن ما تفكروا بكير أوقات النوم عنا عن جد عن جد كلها تختلفت مع منا بتقريبا باليوم غير أربع خمس ساعات وجهتنا الثالثة انتظروها رح أنزلها إن شاء الله وتعالى بالفيديو بكرة أدر الإمكان رح أحاول أعجلكم عشان أكون عند وعدي عم بحاول رح أحمسكم أدر الإمكان كمان الجولة بقرطبة رح تكون وبعدها رح نتجه للوجهة الثالثة وانتظروني بالفيديو الجديد تصبحوا على ألف خير باي باي ترجمة نانسي قنقر